اشتركوا في القناة وفي المستمعين أجمعين وهي حفظ الإسلام للضروريات الخمس وهذا الموضوع موضوع مهم للغاية لأننا نعلم جميعا بأن الله سبحانه وتعالى قد أكمل هذا الدين وأتمه سبحانه ورضيا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثير فالإسلام دين كامل دين شامل دين تام لا يكونوا إلا من عند العليم الخبير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ثماما بعده النبو الشيخ الشيخ عبد الله عبد الرحمن ومي سامي الله preserve him for us started with praising الله سبحانه وتعالى and sending the peace and the blessings of الله سبحانه وتعالى unto the Messenger صلى الله عليه وسلم and furthermore he said we start with the will of Allah سبحانه وتعالى and seeking the help and the aid of Allah سبحانه وتعالى this conference with this conference and we ask Allah سبحانه وتعالى to make it a blessed conference and to bless all of those who arranged it and who organized it and also all of those who are attending in attendance and those who are listening and this conference is in regards to the protection that Islam came with and Islam commands with to the five necessities and this is a subject that has great importance because we all know that Allah سبحانه وتعالى Allah سبحانه وتعالى made this religion of Islam a complete and a perfect religion from him سبحانه وتعالى as Allah سبحانه وتعالى he said if it was from other than Allah then they will see and they will find great differing in it and so it is a complete and a perfect and a it is a complete and a perfect religion from Allah سبحانه وتعالى and and if it was from other than Allah سبحانه وتعالى then it will it will have there will be great differing in it and Allah سبحانه وتعالى is the all wise and all knowing سبحانه وتعالى وكلما نظر الإنسان في هذا الدين العظيم وما يشتمل عليه من مراعاة للمصالح والمفاسد ومن مراعاة لطبيعة الإنسان وأحواله وضعفه وبشريته فإنه يعلم يقينا أن هذا الدين جاء باليسر وجاء بالبشرة وجاء بما يستطاع عليه وليس بما يستحال فعله فكلما علم العبد ذلك كلما ازداد حبا لربه سبحانه وتعالى وكلما ازداد تمسكا بدين الله لأن من علم من علم أنه يستطيع أو يجوز له أن يترك هذا الشيء لأجل النظر إلى مصلحة أو دفع مفسدة فإنه يفعل ذلك يفعل ما يستطع عليه ويترك ما لا يستطع عليه ولو كان الأمر المأمور به أمر واجب لكنه تركه لأمر الله سبحانه وتعالى فالله فالله هو الذي أمره أن يفعل هذا عند قدرته وأن يفعل هذا عند عدم قدرته فهو دائما متقلب في عبادة الله فعلا وتركا اعتمارا وكذلك اعتمارا بفعل أو اعتمارا بترك نهي فكلما علم الإنسان هذا الأمر كلما ازداد حبا لهذا الدين وكلما أيضا نظر إلى محاسن هذا الدين فازداد تمسكا فازداد تمسكا بخلاف من لا يعرف مقاصد الشريعة فإنه لعله أن يقف إلى أمام جدال المسدود فلا يعرف ما هو المخرج فإذا به يفر فإذا به يفر من طاعة الله ولعله أيضا يقع في قلبه شيء من بغض أوامر الله ولذلك يا إخوة أهل الغلو وأهل التشدد ما الذي أفضى بهم أو ما هو الشيء الذي أفضى بهم إلى الانتكاس وترك الدين لمن رحم الله عدم عدم معرفة مقاصد الإسلام عدم معرفة مقاصد الإسلام وعدم النظر في هذه القواعد الجليلة التي جاء الإسلام للمحافظة عليها للمحافظة عليها والتي بإذن الله تعالى نذكر ما تيسر من باب ضرب المثال وليس من باب الحصر فالدين كله مبني على المحافظة على هذه الضروريات الخمس الدين كله مبني على المحافظة على هذه الضروريات الخمس وكل مسألة وكل عبادة وكل أمر لابد أن يندرج تحت واحد من هذه الضروريات الخمس آمن المحافظة المحافظة وكلم تحتوى الجهات ومتظف كله حرم وطرح ومتظف الحصر حصر 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 المترجم للقناة the more he will come to love this religion and to hold on to it and the more and he realizes and notices that this religion of Islam commands us with that which we are able to do and if one is able to do something that is obligatory upon him then he does it and if he's unable to do it then he leaves it based upon the command of Allah and he finds himself that he's always obedient to Allah both in fulfilling the commands of Allah as well as leaving the commands of Allah when he is not able to so he is in obedience to Allah even when he leaves the commands of Allah with the command of Allah the more the person knows this the more he will come to love this religion of Islam and the more he will see one will see the beauty of this religion of Islam and the more one will be able to hold on to the religion of Islam and he will see that the religion of Islam came to establish foundational things and those those matters that Islam came to establish and to protect he will see that they are from the command of Allah subhanahu wa ta'ala and there is ease in their commands of Allah subhanahu wa ta'ala and the religion of Allah subhanahu wa ta'ala that's why we find that those who go extreme in the religion they go extreme in it we find that eventually they go against the the religion of Islam and they many of them they leave up the commands of the religion of Islam or they leave off the religion of Islam what is the reason for that it is because they do not know they do not realize and they do not know the things that the religion of Islam came to establish and they do not look at those this great and excellent principle that Islam came to to establish and it is to bring forth everything that is good and remove anything that is harmful and anything that is evil and in this in this conference and the series of lectures we will mention our Shaykh Abdullah said we will mention some examples regarding that because those will be merely examples because if we look at the religion of Islam you'll find that all of the religion of Islam it came to establish those and to protect those five uh those five things and those five necessities everything in the religion of Islam every command in the religion of Islam falls under one of those five at least one of those five uh founding foundational things that the religion of Islam came to establish معلومٌ أن الدين هو أعظم ما يحافظ عليه أعظم ما يحافظ عليه الدين لأنه الغاية من خلق الجن والإنس كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذن العبادة والدين والتدين هي الغاية من خلق الخلق ولذلك جاء الإسلام للمحافظة على التدين وعلى العبادة من أوجه كثيرة من أوجه كثيرة It is known that the religion is the greatest thing that one should protect because it is the reason why Allah subhanahu wa ta'ala created jinn in mankind as Allah subhanahu wa ta'ala said in the meaning of the verse and I have not created jinn in mankind except to worship me so the worship of Allah subhanahu wa ta'ala and the religion of Allah subhanahu wa ta'ala and establishing the religion and holding on to the religion is the reason for the creation of all of jinn in mankind and for this reason the religion of Islam it came to protect the religion فجعل الله عز وجل أن الخلق أن الخلق مفطورون على هذا الدين فطرة الإسلام فالله subhanahu wa ta'ala فطر الناس على الإسلام وعلى التوحيد وعلى محبة العبادة وجعل ذلك في نفوسهم جعله مغروسا في نفوسهم رحمة بهم ليس أنه شيء لا يلائم النفس بل كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن النفوس مفطورة على محبة الحق والعمل به ولذلك تجد أن أنه إذا جاءت أوامر الله عز وجل وعمل بها يجد راحة في نفسه ويجد طمأنينه ألا بذكر الله تطمأنه النفوس ألا بذكر الله تطمأنه القلوب والقلب يطمأن بذكر الله عز وجل لأن الله خلقه خلقه لأجل ذكره سبحانه وتعالى فإذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن جعل النفوس والقلوب تطمأن بعبادته انظر أنت إذا صلى العبد وإذا عمل بأوامر الله تجد السكينة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا فتجد السكينة وتجد الاطمئنان ولذلك جعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما جاء بالعيد الصحيف وجعلت قرة عيني في الصلاة وكان يقول أرحنا بها يا بلان فإذا الطمأنينة والراحة واللذة يبتكون بالعبادة فالله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين بأن جعل النفوس مفطورة على محبته وعلى الأنس به ليس أنه شيء لا يوائمها ولا يلائمها بل شيء إذا فعلته مهما شق على النس فإنك تجد لذة وعباء وطمأنينة وطمأنينة كم من الإنسان يذهب للحج ويتعب أشد التعب يتعب أشد التعب ثم إذا عاد لا يتكلم عن تعبه وإنما يتكلم عن لذة عبادته ويتمنى الرجوع إلى ذلك مع أنه تجد أنه لعله نام يعني التحف السماء وافترش الأرض ولم يأكل طعاما يعني طعامه الذي يحبه ولم كذلك ومشى حتى انتفخت رجلاه مع ذلك تجد أن محبة الدين ماذا تطفو على كل ذلك فتنسيه مرارة العذاب ومرارة التعب وهذا يا إخوة لابد أن نعلم هذا من رحمة الله بنا أن جعل هذه النفوس تحب الدين والتدين تحب الدين والتدين ولذلك المسلم المسلم كما قيل كالجوهرة وكالذهب مهما علاه من الغبار فإنه يبقى جوهرة وذهبا ولكن يحتاج إلى ماذا يحتاج إلى أن ينظف ما علاه ما علاه من ران ومن اتساخ وإلا طيب في أصله طيب في أصله مفطور على الحق ومحبته نعم and the Messenger صلى الله وآله 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 and this is from the protection that Allah SWT has given to this religion that Allah SWT made the people find comfort in obedience to Allah SWT and in steadfastness upon the religion regardless of how difficult an act of worship might be the person finds happiness with that act of worship look for example how many people go and perform Hajj and of course it is tiring, they get tired there is no doubt about that but when they return all they talk about is the sweetness of the worship they talk about how happy they were to worship Allah SWT and when they mention it and when they talk about it they wish they would come back they would go back and perform Hajj again and this is perhaps the person may have slept under the heavens and on the ground and did not eat the food that he likes and perhaps he walked until he had blisters on his feet but yet his love to the religion and his comfort that he finds from worshipping Allah SWT it makes him, it distracts him away from that tiredness that he found while performing Hajj this is because the natural disposition that Allah SWT and the natural inclination that Allah SWT created the people upon that they love the religion and steadfastness upon the religion and it is said that the Muslim is like gold or like jewelry or like diamonds and the likes even if there is some dust on top of it even if there is dust on it it still is gold and it still is a valuable material and all you need to do is polish it remove that dust and it will come back to shine and to be beautiful and nothing from all ofächen it was always for God to This faith for Lord andhur�� Вот and a what swetera and 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 겨ctions and 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 إننا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون والذكر المقصود به القرآن والسنة كما في قولها أيضاً واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا فحبل الله الكتاب والسنة لأن القرآن والسنة هم الدين القرآن والسنة هم الدين ولا يستغنى بأحدهما عن الآخر لا يستغنى بأحدهما عن الآخر والله حفظ القرآن وحفظ تفسير القرآن وشرح القرآن والسنة مفسرة للقرآن مبينة بالأحكام فمن المحان أن يحفظ الله عز وجل القرآن ولا يحفظ السنة وهي شارحة ومبينة وموضحة ومؤسسة لأحكام وعبادات فحفظ الله سبحانه وتعالى للكتاب والسنة هذا يدلنا على أن الله عز وجل حفظ الدين الدين محفوظ وأصل الدين الكتاب والسنة فما لم يكن من الكتاب والسنة ليس بدين الدين قال الله قال رسوله الدين قال الله قال رسوله الصحابة رضي الله عنهم في شرح هذا الدين وفي بيان هذا الدين الكتاب والسنة ولذلك انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ومثله معه والمقصود هنا السنة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم يقول للصحابة ستقاتلون على تأويله كما قاتلت على تنزيله إنكم ستقاتلون على تأويله أي على تفسيره كما قاتلت على تنزيله النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين على تنزيله وقاتل الصحابة الخوارج على تأويله على فهم القرآن والسنة فهما خاطئا إذن من الضروريات من أعظم الضروريات كما ذكرنا الدين والدين لابد أن يعلم لابد أن يعلم بأن الدين قال الله قال رسوله فلابد أن تعلم أن الدين الذي حفظه الله عز وجل هو علم الكتاب والسنة وأما غير ذلك فليس بمحفوظ بل هو من آراء الناس ولذلك قال العلم كل ما كان نازل فهو وحي كل ما كان نازل فهو وحي وكل ما كان نابت فهو ليس بوحي ليس بوحي نعم فهذا من حفظ الله عز وجل للدين أن جعله محفوظا بالكتاب والسنة حتى يا إخوة انظروا إلى فضل الله عز وجل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم موجود معنا لا علمنا وفهمنا ما يقول فالله عز وجل حفظ هذا الدين جعل هذا الدين محفوظ بهذه اللغة العربية ثم أيضا بأنه هو كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست روايات تحكى قصصا وليست أمور يعني من الخيالات بل هو كتاب سنة ولذلك كان الفرقة الناجية المنصورة هي المعتصمة بالكتاب السنة هي المعتصمة بالكتاب السنة فنحن نقول قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان وكأن النبي صلى الله عليه وسلم معنا نسمع كلامه ونفهمه مع أنكم لو نظرتم من باب الشيء بالشيء يذكر لو نظرتم الآن مثلا النصارى النصارى الآن لا يستطيعون أن يقرأوا كلام النصارى المتقدمين لا يفهمونه أصلا لا يفهم بكلام آخر جدا الكلمات لا تفهم غيرت يعني حتى هناك تحديثات لأنهم لا تفهم تلك اللغة التي كانت موجودة بينهم وكثير من منهم لا يعرفون هذه الكلمات لماذا؟ لأن دينهم لأن دينهم لم يرتبط بلغتهم وكذلك ما رجعوا إلى التوراه والإنجيل للعمل بهما وإنما زيد عليهم وأنقص منهما حتى ضاع حتى ضاع دينهم والله سبحانه وتعالى لم يتكفل سبحانه وتعالى بحفظ التوراة والإنجيل ولم يعد سبحانه وتعالى بحفظهما ولذلك من خصائص القرآن أنه محفوظ من خصائص القرآن أنه محفوظ وأما توراه الإنجيل فما وعد الله سبحانه وتعالى بأنه يحفظ نعم بل إنه محفوظ في الصدور قبل أن يكون محفوظا في الصطور وهذا كما قال العلماء هو من خصائص القرآن من خصائص القرآن أن جعله الله يسيرا كما قال سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر تيسير الله الله الذي يسر حفظ القرآن غيره لا يحفظ غيره لا يحفظ كحفظ القرآن ولذلك لا يوجد أن شخصا يحفظ مثلا التوراه أو الإنجيل أو لا يحفظونه وهذا من أصعب ما يكون عليهم حفظه لأن الله عز وجل إنما يسر حفظ القرآن الكريم حتى على صغار السن الذين لا يفهمونه الذين لا يفهمونه يحفظونه أنا لا أتكلم عن شخص يستطيع أن يفسر القرآن فإن هذا أسهل له حفظه لكن شخص يعني طفل لتوه بدأ يعرف كيف ينطق وإذا بيحفظ هنا هذه المعجزة هذه المعجزة الذي الله عز وجل جعله يسيراً على ألسنة الأطفال قبل أن يكون يسيراً على ألسنة الكبار وهذا يا أخوة من حفظ الله لهذا الدين من حفظ الله لهذا الدين نعم وهذا يا أخوة والله لو لم يكن إلا هذا للمؤمن أن يثق بأن هذا الدين هو الحق لو نظر إلى القرآن وحفظ الله للقرآن وحفظ الله للسنة وما عرفت هذه الألفاظ والكلمات التي يعني وثقت لنا من مئات السنين كيف جلس فلان ومن الذي خرج من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذي كان حاضراً ومن هذا التوثيق الكبير هذا الأمر العظيم هذا لا يستطيع إنسان إلا أن يقول أنه هو دين الله هذا دين الله الذي حفظه وإلا والله لما استطاع بشر أن يفعل ذلك هذا ليس من صنع بشر وليس من من حكمة البشر بل هو من لدن حكيم عزيز ومن لدن عليم خبير سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير نعم وهذا كله يا إخوة من حفظ الله لهذا الدين ولذلك لو يعني أمعنت لو أمعنت كيف حفظ الله هذا الدين لشاب لشابت مفارق رأسك مفارق رأسك نحن لا نعرف كيفية هذا الحفظ لكن كلما ازداد الإنسان علماً كلما ازداد معرفة بهذا حتى إن يعني الرجال الذين في تلك العصور حفظت أسماؤهم وحفظت رواياتهم وحفظ أبناؤهم وأسماء أبنائهم وأزواجهم ليس فقط حفظ انتبه يا أخوة ليس فقط حفظ القرآن والسنة حفظ لأمة من الناس حملوا القرآن والسنة حفظ لأمة من الناس حتى يتكلم العالم بعد 1400 سنة على بيت فلان ومن كان فيه من أبنائه ومن روى عنه ومن لم يروي عنه ومن أخذ عنه ومن فأشياء يعني تجعلك يعني تكون كما قيل تصل إلى الذهول وتقول يعني ما أعظم الرب سبحانه وتعالى أو تقول الله أكبر تعظم الله عز وجل كيف حفظ هذا الدين نعم كتب ألفت فقط لمعرفة الرجال ومعرفة من فلان هذا ومن من روى عنه وهو عن من روى هذا الشخص الواحد وكم عندنا آلاف آلاف الرجال ولذلك كانوا يقولون علم الرجال نصف العلم علم الرجال نصف العلم لماذا؟ لأنهم الذين نقلوا فلابد أن تعرف هذا الناقل لتعرف صحة المنقول وقيل قديما علم الرجال لا يستطيعه إلا الرجال العلم الرجال لا يستطيعه إلا الرجال نعم لماذا؟ لأنه لأنه أمر دقيق أمر دقيق علم العلل هذه أمر دقيق ليس كل أحد يستطيع عليه فهذا كله يا إخوة يجعلنا نجزم بحفظ الله عز وجل لهذا الدين وأن حفظ الله عز وجل لهذا الدين أنه حفظ يعني أمورا كثيرة كلها لحفظ هذا الدين حفظ الله عز وجل الصحابة الكرام جميعا لحفظ هذا الدين حتى قال ابن حجر ليس في الصحابة رجل أصم ليس في الصحابة رجل أصم وهذا من حفظ الله لهذا الدين أن الصحابة وجد منهم من كان أعمى لكن لا يوجد من كان أصمى لا يسمع وهذا من حفظ الله لهذا الدين وذكر هذا في كتاب الإصابة نعم من المساعدة سبحانه وتعالى he said in the meaning of the verse and hold on to the rope of Allah all of you together and do not do not separate and do not become divided and that is the rope of Allah is the Quran and the Sunnah this is the religion and you cannot separate one from another the Quran from the Sunnah Allah سبحانه وتعالى protected and preserved the Quran and the understanding of the Quran because the Sunnah explains the Quran and it clarifies the rulings of the Quran and it is not possible that Allah سبحانه وتعالى would protect and preserve the Quran without the Sunnah well we know that this is how we should understand the Quran based upon the Sunnah of the Messenger صلى الله عليه وسلم and also the Sunnah of the Messenger صلى الله عليه وسلم it establishes new rulings so Allah سبحانه وتعالى preserved and protected the Quran and the Sunnah and from this we find that Allah سبحانه وتعالى protected the religion because the religion is based upon the Quran and the Sunnah this is what the religion is Allah said and his Messenger said صلى الله عليه وسلم look at the statement of the Messenger صلى الله عليه وسلم where he said indeed I was given the Quran and like it with it what is that which is like the Quran that he صلى الله عليه وسلم was given it is the Sunnah it is his way صلى الله عليه وسلم and also from the Messenger صلى الله عليه وسلم that he said indeed you will fight for the understanding of the Quran just like I fought for the revelation of the Quran the Messenger صلى الله عليه وسلم he fought and the disbelievers and the polytheists they fought against the Messenger صلى الله عليه وسلم for the revelation of the Quran meaning the acceptance of the Quran and the companions may Allah be pleased with them they fought the Khawarij for their misunderstanding and misinterpretation of the Quran and that is from the protection of the Quran and this is from the greatest of those five necessities it is the religion Allah صلى الله عليه وسلم said and his Messenger صلى الله عليه وسلم said this is the religion which Allah protected and preserved knowing and the knowledge of the Quran and the Sunnah anything other than that is from people's intellects and everything that was sent down is a revelation from Allah and everything that grew from the earth is from the intellects of the people and it is not a revelation for Allah صلى الله عليه وسلم made this religion protected and preserved if the Messenger صلى الله عليه وسلم was with us today and he was to if the Messenger صلى الله عليه وسلم was to be with us and amongst us today and he was to speak to us and talk to us we would be able to understand him Allah صلى الله عليه وسلم protected and preserved the religion of Islam not only by preserving the religion itself but also from the preserving of the religion is that Allah protected and preserved the language in which the Quran and the Sunnah came down upon the Messenger صلى الله عليه وسلم and it is not we find that the religion of Islam is based upon the narrations and based upon the revelation of Allah صلى الله عليه وسلم not fictional stories and things and things that are imaginary rather it is Quran and Sunnah and that's why the saved and victorious sect is the one that holds on to the Quran and the Sunnah of the Messenger صلى الله عليه وسلم and we read the Sunnah of the Messenger صلى الله عليه وسلم and it is as if he is with us today Allah subhanahu wa ta'ala protected the religion of Islam also by preserving and protecting the Sunnah of the Messenger of the Messenger صلى الله عليه وسلم and that's why انظروا يا إخوان معجرة انظروا يا إخوان الدجال يخرج في آخر الزمن مع ذلك الشاب الذي يحاجج الدجال ماذا يقول له قال أنت الأعور أنت الأعور الكذاب الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن هذا يعني كأنه رجل من الصحابة لكن كما قال الشاب قال إني إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما أرى رجلا من الصحابة وإني إن رأيت رجلا من أهل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين في عاد الصحابة فانظروا هذا في آخر الزمن يقول حدثنا ولذلك العلماء يقولون أن هذا الشاب من أهل حدثنا أخبرنا من أهل العلم من أهل العلم والعلم أمان من الفتن العلم أمان من الفتن يعني الله عز وجل لنا عبرة في هذه القصة يا إخوة قال أنت الأعوار الكذاب الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله سلم فإذن يبقى حدثنا أخبرنا إلى زمن الدجال ويكون به العصمة بإذن الله بإذن الله أخبرنا 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 بإذن الله بإذن الله بإذن الله صلى الله وآل 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 for this reason he will say you are the one whom the Messenger صلى الله وآل وآل told us about narrated to us about حدثنا he informed us about and so the knowledge in learning the book of Allah and the sunnah of the Messenger صلى الله وآل وآل is a protection from the trials and the tribulations if you look at the Christians if you look at the Christians you find that they are not able to narrate anything from their books the Torah or the the gospel from the Old or the New Testament they cannot narrate them they are they have different narrations different translations different books different volumes different versions that is because the words first of all the language itself is not preserved and the words that were used are no longer used are no longer understood by the people so they have to find different words and different things to use and to explain whereas Allah protected the religion of Islam protected the Quran and the sunnah from any change by way of one of the ways is the protection of the language the Arabic language and also the preservance of the Quran and the sunnah as our Shaykh mentioned it is as if we can see the messenger and hear his words we have his same exact words and Allah promised that he will protect the Quran and will protect the sunnah from change and did not make the same promise to the Old or the New Testament or any of the books of the people who were before us and this is from the things that are specific that Allah made a promise in regards to the Quran and the sunnah not only is it preserved by way of writing but also in the tests of the people in the memorization and the tests of the people and this is from the things that also are specific in regards to the Quran that it is easy to learn and to memorize you find as Allah said in the meaning of the indeed we have sent down the Quran indeed we have made the Quran easy for remembrance so is there one who would learn it and understand it Allah protected the Quran by way of such you find the Quran easy to memorize you find children young children who cannot even comprehend what they are learning they can't comprehend it they can't understand it but yet they memorize it they recite it word for word and they are still at an age that they would not be able to understand it if they try to and this is from without a doubt this is from the things that should make the person and the believer be more firm and more more firm in regards to the Quran and the Sunnah and this religion of Islam to know that it is the truth from Allah subhanahu wa ta'ala that Allah protected the Quran not only protected the Quran and the Sunnah also we find that there are we find the details of the messenger and his life and his companions and those who were with him in details you find that he was sitting and so and so was with him and so and so left and so and so came back and you find this is all details that are protected and preserved and this is from the details that Allah protected the religion by way of and this is not from the protection of the people and this is not from the memorization of the people and rather this is from the signs of Allah subhanahu wa ta'ala that he protected the religion by way of of such and that it is from Allah subhanahu wa ta'ala does he not know does he not know who he created and he is the all-knowing subhanahu wa ta'ala if you look at how Allah subhanahu wa ta'ala protected this religion of Islam the more you look at the details of the which Allah subhanahu wa ta'ala the way in which Allah protected the religion of Islam with the more certain you become you start growing gray hair just by looking at the stories and the life stories and the biographies of those whom Allah subhanahu wa ta'ala protected the Islam with you find that you mention the narrators of the hadith of the messenger sallallahu alayhi wa sallam we find you find who narrated the hadith not only that who they were how they were who did they live with who were their households the members of their households who did they study under who did they teach where did they live where did they travel what did they do you find all of these details thousands of people we're not talking about one or two people you're talking about thousands of people this is generations that Allah protected this religion of Islam by knowing who they are in detail you find books and volumes of books regarding those narrators and that's why it is said that knowing the men meaning the narrators and the chains of narrators is half the religion because they convey the religion to us and from the protection of the religion is the protection of the narrators and knowing and learning about the narrators of the religion and this is a matter that has details that not everyone is able and capable of and rather Allah protected this religion by way of the scholars who learn about these matters and study these matters an example of that of the protection of Allah to the religion that none of the companions of the messenger were deaf there was no one deaf companion of the messenger and rather yes there were blinds there were blind people from the companions of the messenger and not one deaf person because they heard from the messenger and conveyed to those who came after them from the Jesus Lord of the Lord of the to the this of the dine that 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 ومرنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بالصحابة رضي الله عنهم وأن نعظمهم وأنهم من الدين ولذلك يقول الطحاوي رحمه الله إنما ذكر الصحابة قال وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان والإمام المبجل أحمد بن حنبر رحمه الله تعالى في أصول السنة في أولها قال ومن أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وهذا يا إخوة أصل أصيل في دين الإسلام القرآن والسنة على فهم الصحابة وهم سلفوا هذه الأمة على فهم الصحابة لأن فهم الصحابة هو مفرق الطرق بين أهل السنة وأهل البدعة بين أهل السنة وأهل البدعة فهم الصحابة رضي الله عنهم فمثلاً انظر إلى جميع الطوائف تجد أنها تبغض الصحابة الخوارج قاتلوا الصحابة أول شيء فعلوا قاتلوا الصحابة لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم أمان لهذا الدين أمان من البدع أمان من الخرافات ولذلك كان من حفظ الله لهذا الدين أن جعل نبيه صلى الله عليه وسلم يخبر بأهمية الاقتداء بالصحابة قال صلى الله عليه وسلم في أمته قال وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من يا رسل الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وأصحابي وقال سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فالصحابة رضي الله عنهم أمان لهذه الأمة وقد كان السلف يقولون ذلك فقد جاء عن حديثة رضي الله عنه أنه قال كل عبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر ما قال لماذا؟ لأنهم سبقوا إلى كل خير كل فضيلة وكل خير وكل حسنة قد سبقوا ونحن نتبع ولا نبتد ونقتدي ولا نبتدي أنت تكون مقتديا ولا تكون مبتديا لا تبدأ العبادة وإنما أنظر هل الصحابة فهموا؟ ولذلك أهل البدع هكذا إن شقوا عن الصراط المستقيم وخالفوا هدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بأنهم فهموا الدين على أفهامهم وليس على أفهام الصحابة الكرام رضي الله عنهم فمالوا وزاغوا وضلوا يا ذنب الله فإذا من حفظ الله لهذا الدين أن جعلنا مرتبطين بفهم الصحابة الكرام الذين قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنهم يقول الشيخ السلام تيمية ما رضي عنهم إلا لأنهم جاءوا بالمرضين وهو ورضيت لكم الإسلام دينا فلما جاءوا بالمرضين رضي عنهم فهذا أيضا من حفظ الله عز وجل لهذا الدين نعم 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 and also from the protection of Allah سبحانه وتعالى that Allah سبحانه وتعالى preserved the religion by way of commanding us in his book and on the tongue of his messenger صلى الله عليه وسلم to follow the companions may Allah be pleased with them and to give them their honor and their nobility and to know them in regards to the religion of Islam الإمام الطحاوي رحمه الله he said loving the companions of the messenger صلى الله عليه وسلم is a religion and belief and perfection and hating them is hypocrisy and disbelief and sin and transgression الإمام أحمد بن حمبر رحمه الله the great imam the imam of Ahlul Sunnah الإمام أحمد بن حمبر رحمه الله in his treaty the foundations of Sunnah he started in the beginning of his treaty the foundations of Sunnah he started with saying the foundations of Sunnah with us is to hold on to that which the companions of the messenger صلى الله عليه وسلم were upon and to follow their way and to follow their way and so this is a foundational principle in regards to the preservation and the protection of the religion of Islam that Allah protected the Quran and the Sunnah and commanded us to follow the Quran and the Sunnah based upon the understanding of the Sahaba of the companions of the messenger صلى الله عليه وسلم all of the for they are the criteria they are the criterion between the correct and the incorrect understanding of the religion all of the groups that deviated in the religion of Islam it was because of their hatred and enmity to the companions of the messenger صلى الله عليه وسلم they have enmity and hatred to the companions and they misunderstood or they understood the religion based upon some understanding other than the way of the companions may Allah be pleased with them the very first group that deviated the first thing that they did was they fought against the companions of the messenger صلى الله عليه وسلم and from the protection of Allah to the religion of Islam is that he subhanahu wa ta'ala he made us know the importance of following and loving the companions may Allah be pleased with them and following their way the messenger صلى الله عليه وسلم he mentioned that he clarified that they are that they are the protection meaning following the way of the companions may Allah be pleased with them is the protection from falsehood and from deviation in the religion of Islam the messenger صلى الله عليه وسلم he said that his nation that his followers will be divided upon 73 73 sects 73 groups and he صلى الله عليه وسلم he mentioned that all of them are in the hellfire except for one when he was asked صلى الله عليه وسلم who is this one where is the safety who is this one that is safe from this deviation and from the deserving the hellfire he صلى الله عليه وسلم he said they are the ones who are upon what I am upon and what my companions are upon so their way is the way of safety it is upon us to follow the way the salaf may Allah be pleased with them they used to command the people and remind the people of the importance of following the sahaba Hudayfa he said every worship that they did not perform do not perform it do not perform any act of worship the sahaba the companions may Allah be pleased with them did not perform for the early generation did not leave anything to be added to the later generations so they preceded us with everything that is good there is nothing good in the religion except that they've done and they preceded us in it and what is upon us is to follow them and not come up with new things the people of innovation this is how they deviated that away from the straight path that they understood the religion based upon their own intellects and understandings not based upon the understanding of the companions may Allah be pleased with them and if they were to follow the companions may Allah be pleased with them they would not deviate and they would not have gone astray so from the protection of Allah to the religion that He commanded us to follow the way of the companions Allah said about them that He what means Allah is pleased with them and they are pleased with Him Shaykh Al-Saham Ibn Taymiya he mentioned that Allah is pleased with the companions may Allah be pleased with them because they've done that which is pleasing to Allah they've done that which pleases Allah and so Allah is pleased with them so if one wants to please Allah then it is upon Him to follow that which they were upon because they brought forth that which is pleasing to Allah and they brought forth that which Allah said about and I am pleased with the religion of Islam as a religion for you أختم أيها الأخوة وإن كان الكلام في حفظ الله عز وجل للدين أمر عظيم وسيأتي بعض جوانبه في الضروريات الأخرى ولكن أختم أيضا في أن من حفظ الله عز وجل لهذا الدين أن جعل أن جعل له ورثة لأنبيائه ورثة الأنبياء العلماء وجعل هؤلاء العلماء أنهم هم ورثت الأنبياء في تعليم الناس تعليم الناس الخير وأيضا تعليم الناس الدين وأن لهم من الاحترام وأن لهم من التقدير ما ينبغي أن يكون لأنهم يعلمون الناس الخير ويأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر فأيضا حفظ الله عز وجل لهذا الدين بحفظ مكانة العلماء ولذلك كان السلف يقولون ومن علامة أهل البدع الطعن في أهل الأثر الطعن في العلماء يطعنهم في العلماء لماذا؟ لأنهم يريدون إسقاط الشريعة كما أن الطعن في الصحابة لإسقاط الشريعة وهذا كله من جانب الوجود حفظ الله عز وجل لهذا الدين من جانب الوجود كما يقول الشاطبي رحم الله لأن الحفظ من جانبين من جانب الوجود ومن جانب الإفساد يعني إفساد الدين الجانب الأول حفظ الله لهذا الدين من جانب الوجود والجانب الثاني من حيث العدم ومن حيث إفساده فإنه أيضا حفظ الله عز وجل هذا الدين من كيد الكائدين وإفساد المفسدين فكان هناك الكلام على أهل البدع وأنه من الجهاد في سبيل الله عز وجل وما جاء في البدع من النهي عنها وكذلك الشرك قبل ذلك لأن هذه من الأمور المفسدة للدين وأن القائم في وجوه هؤلاء بأنه مجاهد في سبيل الله ومن أعظم ما ينبغي أن يقوم الإنسان به لأن من ذب عن عرض أخي قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخي إلا رد الله النار عن وجهه يوم القيامة فكيف من ذب عن عرض الدين وعرض سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول الثور رحمه الله يقول الملائكة حراس السماء والعلماء حراس الأرض والعلماء حراس الأرض ويقول الشافعي رحمه الله لولا المحابر لنطقة المتزندقة على المنابر لو لمحابر العلماء وردودهم على أهل الزيغ والزندقة وأهل البدع الذين أدخلوا في الدين المنامات وأدخلوا في الدين الآراء وأدخلوا في الدين الخرافات فإذن هذا من حفظ الله لهذا الدين من حفظ الله لهذا الدين أن العلماء ألفوا مؤلفات في رد البدع وبينوا عوار أهل البدع ومكرهم وزيغهم وكتبوا في الملل والنحل ولذلك هذه كلها لابد أن تعلم أنها من حفظ الدين وأما ما نسمعه من بعض الناس لا تشغل نفسك بالباطل هذه كلمة حق يراد بها باطل لأن إشغال الإنسان نفسه في شيء واحد خطأ لابد أن تكون معتدلا في جميع جوانب دينك ولكنهم لا يريدون الإشغال بمعنى الإنهماك يريدون عدم الالتفات مع أن نقول لهم هناك سورة في القرآن الكريم هناك سورة في القرآن الكريم ليس فيها إلا ذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته فقال سبحانه تبت يد أبي لهب وتب وذم الله عز وجل أبا لهب وزوجته وبيّن مصيرهم وذب عن نبيه وهذه السورة كلما قرأتها كان لك بكل حرف من حروفها يعني حسنة والحسنة بعشر أمثالها وهذا من القرآن ونقرأه في الصلاة هل لأحد أن يأتي ويقول لماذا ننشغل بمثل هذه السورة؟ لماذا نقرأها الآن؟ إذن الرد على البدع النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الدجال وهو يخرج في آخر الزمان وما من نبيه إلا هو حذر من الدجال فإذن يا إخوة التحذير من أهل البدع التحذير من الدجاجلة هذا من حفظ الدين ولذلك الذين لم ينتبهوا إلى الماكرين الذين أدخلوا في دين الله ما ليس من فإنهم ضيعوا دينهم كالصوفية وغيرهم ضيعوا دينهم بسبب ماذا؟ بسبب قبول البدع وكذلك أصبحوا يأخذون من مشايخهم زعموا يأخذون كل شيء حتى يقولون حتى إنهم يقولون كن أمام شيخك كالميت أمام مغسله يقلبه كيف ما يشاء كيف ما يشاء وهذا عين الضلال ولذلك الله سبحانه وتعالى حمى الدين برجال صادقين قال سبحانه يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وكونوا مع الصادقين ولذلك العلماء ورثت الأنبياء والمحافظة على الدين أمر ضروري بل أختم بلطيفة جميلة ذكرها الصنعاني رحمه الله في سبر السلام أن قال لما جاء العشاء وصلاة العشاء قدم أكل العشاء على صلاة العشاء ليس لتقديم حق الإنسان على حق الله وإنما صيانة لحق الله صيانة لحق الله من أن تدخل فيها أو تأتي به على غير كماله فإذا صيانة لحق الله لا كل ثم بعد ذلك صلي حتى لا يعني يقع في نفسك أو في صلاتك إنقاص تلقص حق الله بسبب حق نفسك فقدم الله حقك على حقه لسبب وليس لأنك أعظم حقك أعظم من حق الله لا وإنما صيانة لحق الله وهذا كله يدلنا على أهمية صيانة الدين صيانة الدين من وسوسة الموسوسين وضياع الضائعين وتيه الظالمين فنحمد الله عز وجل أن الله حفظ هذا الدين وكما ذكرنا لكم الكلام إنما هو من باب ضرب المثال وبضرب المثال يتضح المقال وليس من باب الحصر فالحصر لا يمكن وما لا يدرك كله لا يترك جله والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبدي ورسولي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم بإذن الله بعد الترجمة الأخوة الذين يعني ننتهي من هذه المحاضرة ثم يصلون الذين ما صلى العصر ثم بعد ذلك تكون المحاضرة التالية يعني بعد الصلاة في يسير أعشي حفظ الله and that is that they will inherit the knowledge for the prophets الله سبحانه وتعالى made the scholars and the people of knowledge they inherit from the prophets and the messengers they inherit from them their knowledge and they inherit from them teaching the people and spreading the knowledge and the good amongst the people and they order the good and forbid the evil and likewise الله سبحانه وتعالى made from the protection of the religion of Islam that الله سبحانه وتعالى made it upon the people to know the nobility and the honor and to respect the people of knowledge and to know their rights and to know that they teach the people that which is good and they command them with the good and forbid the evil and this is from the protection of the religion of Islam أيضا أضيف هنا أن ليس من إهانة العالمين أو من يعني إنقاص حقه أن يرد عليه خطأه هذا من حفظ الله لهذا الدين لذلك الإمام مالك كان يقول ما منا إلا راد ومردود ما منا إلا راد ومردود وكل أخذ من قوله يرد إلا صاحب هذا القبر ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأيضا من حفظ الله عز وجل هذا الدين أن جعل العلماء يرد بعضهم على بعض وليس هذا من الطعن فرق بين الطعن في العالم وبين رد خطأه كما قال يعني شيخ الإسلام تيمية يعني زلة العالم زلة العالم زلة العالم ولذلك بدأ بزلة العالم قبل الجاهل الجاهل لأن الأصل فيه الزلل لكن العالم لأن له أتباع وهناك رسالة يعني أنصح بقراءتها وهي الفرق بين النصيحة والتعيير الفرق وهذا للحافظ برجب الفرق بين النصيحة والتعيير نعم فرق بين النصيحة فرق بين النصيحة فرق بين النصيحة فرق بين النصيحة النصيحة الفرق بين النصيحة فرق بين النصيحة الله سبحانه وتعالى فرق بين النصيحة الفرق بين النصيحة الفرق بين النصيحة فرق بين النصيحة الفرق بين النصيحة الفرق بين النصيحة الفرق بين النصيحة الفرق بين النصيحة فرق بين النصيحة الفرق بين النصيحة وخبر بين النصيحة then it is as if he is fighting for the sake of Allah سبحانه وتعالى and this is from the greatest things that a person can stand with to defend to defend the honor of the messenger صلى الله عليه وسلم by way of defending his sunnah against innovations and against the people of innovations the Imam Shafi رحمه الله he said if it wasn't for the books and the the books and the pens then the hypocrites would speak on the Manabir they would stand up مقلة wouldn't happen if it isn't for people of knowledge Wohnake the people against the people of innovation and against the people of Falsehood than those people of Falsehood and the the falsehood, the dreams, and they say such and such dreams and they narrate to the people dreams and superstition and other than this from the falsehood the people of knowledge they wrote books and they spoke against them to defend the religion of islam allah defended the religion and protected the religion by way of those people of knowledge i will be sad to cease and pray for that the early Passover of the Prophet said to him to mess up on the son of Allah as well as he said to him that is not angry or as he said that, that is the Great thing that is the younger people he said that is wrong and said it is stupid and you did not give me his about to tell him he did not give back to me and he said it was the bush of a weak and you didn't give back to me قال هذه نصيحة هذه نصيحة نعم وليس الغيبة علي بن المديني رحمه الله he was asked don't you find it difficult don't you find it hard that you would stand and say so and so from the people is a liar so and so of the people is weak so and so of the people is such and such and you start describing the people with these attributes and he said what is more difficult for me or what I find difficult and a huge burden is for me on the day of judgment to stand and that the messenger sallallahu alayhi wa sallam would tell me you knew that so and so lied on my behalf and you didn't defend me and you didn't warn against him and this is what he finds to be difficult as for saying so and so is a liar so and so is weak so and so and describing the people with that which is just then it is Imam Ahmad he said this is an advice this is not backbiting this is an advice so what we hear from some people today that they say do not busy yourself with warning against the people of falsehood do not busy yourself with that this is a statement of truth by which some people intend falsehood and intend evil with if it was if it was a person all he does and all he learns and all he is busy with is speaking against so and so and speaking against so and so then yes this is a mistake this is wrong from him but what they really mean when they say this statement what they really mean and what they intend is that what they want you to do or what they want the people of knowledge to do is to leave off the people of innovation and to leave off the innovations and not to warn against them and they claim that this is because they don't want them to busy themselves with warning against the people of falsehood يعني اللص السارق يدخل بيتك أنت تعطيها الأغراض هكذا يريدون يريدون على البدع يدخلون إلى الدين ويأخذون ما شاء ونحن يقول لك تعال حمني كمان أنت تشتغل معا حمال يعني تساعده هكذا يريدون يريدون أن يسرقوا وأن يأخذوا من الدين وأن يضيعوا الناس وأنت لا تتكلم ولا تحرك ساكنا بل يريدك أن تذني عليهم أيضا تقول له جزاك الله خيرا أنك جئت وسرقت هكذا يريدون أرسيح حبيضه الله ورعاه ونفع نبي أمين أرسيح حبيضه أرسيح حبيضه أرسيح حبيضه أرسيح حبيضه أرسيح حبيضه أرسيح حبيضه إذا أرسيح حبيضه أرسيح حبيضه حبيضه أرسيح حبيضه the Messenger صلى الله عليه وسلم and warning against the way of the people of falsehood can any of those people claim that we should not busy ourselves with reciting the Surah from the Quran of course not we recite it in the Quran, we recite it in our Salah we recite this chapter from the Quran in our Salah those whom the Messenger صلى الله عليه وسلم furthermore, he warned against the Antichrist the liar and the liars in general the Messenger صلى الله عليه وسلم told us that in the end of the time there will come the Antichrist and that we should be aware of him and we should know him with his description this is from knowing the people of falsehood and knowing the falsehood in general to stay away from it those who say we should not pay attention to refutations and warning against the people of innovation and the people of falsehood, in reality they have wasted their religion they have watered down and wasted their religion they started taking whatever they hear from whomsoever they hear they do not care they listen to anyone they start listening to people of falsehood until they follow them you find them that they are upon sufiyyah and other than this from the falsehood and they take from their scholars and from their shiuch whatever they say until they tell them their shiuch they tell them that you have to be with your shiuch like one who is dead and being washed in the hands of the one who is washing him he flips him around and moves him around and he has no control over anything this is what they want Allah subhanahu wa ta'ala defended the religion and commanded us to be with those who are upon the truth يا أيها الذين all you who believe fear Allah and have piety and be with those who are truthful be with those who are truthful be with those who are upon the truth الصنعاني رحمه الله he said an excellent statement in سُبَلُ السَّلَام in his book سُبَلُ السَّلَام he said when there is when we find we find in the hadith that when the food is prepared and it is time for the prayer that the messenger صلى الله عليه وسلم commanded us to start with the food to eat the food and then pray and he said this is not because giving the rights giving yourself your right of food precedes the giving Allah subhanahu wa ta'ala his right with the prayer this is not the reason but rather you eat in order to fulfill the right of Allah subhanahu wa ta'ala properly as he subhanahu wa ta'ala commanded you so that your mind is not busy with the food and so it is the reason for in this case for eating first is to protect the right of Allah subhanahu wa ta'ala and this all of us tells us likewise if one needs to answer the call of nature that he goes and answers the call of nature first in order to perform his salah properly to pray properly as the messenger صلى الله عليه وسلم commanded us and all of us all of this shows us the importance of the protection of the religion of Islam and how Allah subhanahu wa ta'ala protected the religion of Islam from the whispering of those who whisper and from the evil of those who deviate in the religion of Islam and all of this our shaykh hafadahullah may Allah reward him with good for us that he hafadahullah he said all of this is just merely examples because this topic is without a doubt is very wide and is very big but those are examples and by way of giving some examples one would come to understand how Allah subhanahu wa ta'ala defended the religion of Islam جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم ولهمكم الصواب بارك الله فيكم and I'll see you in the next one